ملفات داخلية إسرائيلية قد تفرض نفسها هذه الليلة وقد تعود هذه الخلافات مرة أخرى إلى السطح جانس كان قد جرب نتنياهو مرتين مرة عندما انضم إلى حكومته وكان الاتفاق بالتناوب بأن يتناوب على منصب رئاسة الوزراء جانس انضم إلى تلك الحكومة بانا فيروس كورونا ولكن نتنياهو حل هذه الحكومة قبل وقت التناوب بين الرجلين انضم مرة أخرى جانس ولكن أيضا حتى اللحظة وقع في الفخ الذي نصبه له نتنياهو دون أن يحدث أي تقدم أو حتى تحقيق للأهداف التي انضم إليها جانس لحكومة بن يمين نتنياهو كيف أثرت هذه الخطوة أيضا على حضوبه السياسية وكيف ينظر لها من المعارضة وعائلات الأسرى في الشارع يعني جانس في الفترة الأخيرة هو في تراجع باستطلاعات الرأي في بداية هذه الحرب كان يعطي جانس فارقا واسعا في المقاعد عن حزب اليكود ولكن ينظر إلى الاستطلاعات في الفترة الأخيرة بأن حزب اليكود ونتنياهو بدأ يعيد من عدد المقاعد الذي فقده ويعيد من قبول اليكود وقبول نتنياهو في الشارع الإسرائيلي حتى عندما يسأل الإسرائيليون عن من الأنسب صحيح بأنهم الأغلبية تجيب بجانس ولكن نسب ضئيلة ما بين جانس ونتنياهو هنا يتحدثون عن الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل هناك اتهامات كانت من المعارضة لبني جانس بأنه منح شرعية لحكومة بن يمين نتنياهو وهو الذي سمح لنتنياهو بأن يصمد طيلة الفترة الماضية من خلال الانضمام إلى حكومة الطوارئ طالما تحدث وطالب جانس بالانسحاب من هذه الحكومة وعدم إعطاء الشرعية لنتنياهو وعائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين تحدثوا كثيرا مع جانس وطالبوه بالضغط واتخاذ قرارات بشأن صفقة التبادل وعدم الرضوخ لمطالب بن يمين نتنياهو ولكن الاعتقاد لدى الشرع الإسرائيلي ولدى أيضا الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو يتخذ القرارات بناء على حسابات سياسية ضيقة وعندما نتحدث عن حسابات ضيقة أي بمعنى أنه يتخذها بناء على ضمان بقاء تلافه الحكومي متماسكا بناء على طلبات اليمين الإسرائيلي بناء على حتى أيضا طلبات الحرديم أو المتدينين الذين يرفضون التعديلات بشأن قانون التجنيد وإجبارهم على التجنيد في الجيش الإسرائيلي لأنهم يعتقدون أن دراسة التوراة والمدارس الدينية هي توازي أو ربما أفضل من الخدمة العسكرية الإلزامية وهي التي تحمي إسرائيل وعليه هناك حسابات ضيقة لنتنياهو لبقائه في الحكم لبقائه في رئاسة الوزراء وهذا ما يؤثر على اتخاذ قراراته ربما ستؤثر أيضا خطوة انسحاب جانس من الحكومة وحكومة الطوارئ على العلاقة مع الإدارة الأمريكية لأن جانس دائما مكان في اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية حتى أنه زار واشنطن في الأشهر الماضية دون التنصيق مع بن يمين نتنياهو والتقى بجيك سوليفل ومسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض وتحدث عن ملف اليوم التالي وغيرها من الملفات وعليه ربما قد يؤثر ذلك على العلاقة ما بين نتنياهو والإدارة الأمريكية كون أن الأخيرة تعتقد بأن نتنياهو يتخذ القرارات ضمن حسابات سياسية ضيقة ويعطي أيضا أولوية لمطالب اتلافه الحكومي على ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل التخوفات لدى حماس كما قلت هي من أن إسرائيل قد تنسف هذه الصفقة بعد المرحلة الأولى هي بحاجة إلى ضمانات هناك وضع إسرائيلي داخلي سيء جدا في هذا اليوم عندما نتحدث إذا ما نفذ جانس تهديداته بالانسحاب من هذه الحكومة وعليه نتحدث عن وضع داخلي ربما سيكون صعب نوعا ما ولكن هذا الانسحاب إذا ما نفذه جانس فإنه سيكون جيدا لإسمودريتش وبينكفير وكلاهما كان يطالبان منذ الأيام الأولى لهذه الحرب ويضمهما إلى مجلس الحرب أو حتى أن يكون الكابنت الإسرائيلي هو المسؤول والمفوض عن اتخاذ القرارات بشأن الصفقة أو حتى المصادقة عليها من القدس مراسلات الفيزيون العربية أحمد جرادات شكرا جزيلا لك أحمد